بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه حلقة جديدة إن شاء الله سنستطرق فيها إلى ملف أحمد شديد واستعادة الأموال المنصة واستعادة أموال الصندوق الاستثماري الخاص به وإن شاء الله في الجزء الثاني سوف نتحدث عن البيتكوين ووضع السوق يعني أعتذر أني كنت سجلت الفيديو قبل أيام لكن البرنامج تشنج معي فعجزت أن أسجل مرة ثانية خصوصا وكان الوقت قد تجاوز نصف ساعة من التسجيل فحبطني من إعادة تسجيل مرة أخرى المهم لم يتغير شيء حول الوضع ورؤيتي التي ذكرتها في فيديوها السابقة سوى الخوف والهلأ الذي حدث في الأيام القليلة الماضية إذن قبل شروع في الحديث حول الموضوع لا تنسوا حبابكم في غزة خصوصا في شمال غزة حيث يعانون الفقر الشديد والجوع الشديد والعطش الشديد فاللهم أرحمهم موتهم من الشهداء اللهم خفف عنهم جوعهم وعطشهم يا أرحم الراحمين اللهم سدد رمي مجاهديهم يا أكرم الأكرمين اللهم انصروا المجاهدين وإخواننا في كل مكان في أي بقة مكرافية اسمك يا رب العالمين اللهم تقبل موتاه من الشهداء واحفظ أموالهم وأعراضهم من تدنيس الصهاينة المعتدين ولا حول ولا قوة إلا بلاي العظيم نبدأ على بركة الله بالنسبة لخصوص موضوع أحمد جديد سبق ونشرت لكم في فيديو سابق أنني تحصص على الأموال وكان هذا نتيجة لوصول إيميل خاص بنا على تليغرام يطلب منا يعني مراصلته على تليغرام بأجل استرجاع هناك من صاب فخ وغير ذلك من الأمور فيهم عرف الله لكم العافية المهم الإخوة لأسف الشديد نزلوا سبق وشت منذ البداية عوض أن يتواصلوا مع شخص لأسف الشديد يعني عوض أن تتواصل مع شخص وتبين له أنك صاحب الحساب لغير ذلك من الأمور ثم تسل الأموال أنا وصلتني الأموال حينما تواصلت معه بكل بساطة بعد يومين أو ثلاث أرسل لي المبلغ يعني سوف أعليكم المحادثة التي تمت بيني وبين هذا الشخص يعني كي تفهموا الأمور حينما وصلني الإيميل تواصلت معه أرسل لي صوتية بعد ذلك قال لي هل عندك يعني العنوة عن إثريوم قلت له حاضر موجود أرسلت له والإيميل الخاص بي هذا طلبها في صوتية وحتى أني ستجرت ذلك قلت له ما تستمت منه يستحسن استخدام شوكي تجنم الأهدي خاصة به بعد ذلك يومين أو ثلاث تسع عشر أرسل لي وقالي بأنه وصلت الأموال تأكدت من ذلك ووصلت قلت له باكالوفي وصلت الأموال مهم بعده حدثت أحداث وطلب مني أن نتواصل أنا وهو وهو ما حدث خلال هذا المتين وأجريناه هذا الحوار كان حوالي الساعة من الحديث وذكر لي أنهم هذو الإخوان الذين تبقوا من الصندوق الاستثماري الذين لم يستلموا أموالهم فقط هؤلاء الأشخاص يعني حاولوا التواصل معهم من أجل أن يتواصلوا معهم من أجل استرداد أموالهم الخاص بهم في المحفظة يعني ما تبقى من الأموال يعني الخاصة بهم في المحفظة الاستثمارية مع العلم أن المحفظة الاستثمارية أخذت نصيبها من الضمار كما حدث في السوق أنذاك خصوصا على إيكونومي المهم ليس هذا محوال حديث كذلك قال لأنه عنده هو ألني الملف الذي يشتغل عليه والذي فيه كل الناس المشتركين في منصة والمبلغ الذي اشتركوا به والنوع الاشتراك هل هو مدى الحياة هل هو سنوي إلى غري 보여드�کة شهري إلى غري 들어온 أمور وكل الناس الذين تواصلوا معه يعني كل الناس الذين تواصلوا معه استلموا الأموال إلا بعد أن الناس سمحهم الله يعني هناك من قال قال أنا وصلت له الأموال كذلك أنا قلت لهم الإخوان الذي قال أنا استلمت للمبلغ شهادة لله هناك من يقول ليبحثت لي المهم هناك الناس لا تعرف حتى كيفية التعامل عندك تيليغرام تتواصل معهم مباشرة يعني حتى أني أرسلت لهم رابط تيليغرام الخاص مباشرة يعني تنسخ الاسم الخاص بالتيليغرام وسوف تجده يعني حتى لمن لا يعرفه حينما تأتي على تيليغرام هذا هو المعرف تيليغرام يعني حينما تكتب في صندوق البحث هذا الاسم سيصعد لك مباشرة هذا يعني حتى إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامه يعني تأتي إلى البحث وتكتب هذا فسوف تجده مباشرة لو كسلت هذا وبورصة سوف يظهر لك مباشرة هذا الحساب الذي يجب أن تتواصل وبورصة Customer Service بكل بساطة يعني كيفية التواصل مع هذا الشخص بكل بساطة المهم هذا الشخص الذي قال بأننا نصاب يعني كل من قال استلام الأموال قال بأننا نصابة إذا غير ذلك أرسلت له تاكس آي دي الخاص باستلام الأموال يعني ورغم ذلك قال أنكم تشتغلون مع النصاب إلى غير ذلك من الأمور يعني أي شخص يقول لك استرجع أموال لا تقول له نصاب إلى غير ذلك ورغم أننا يعني وضعنا له الأمور بكل تفاصيلها يعني الإخوان وحينما رأيت هذا يعني وهذا الشخص يعني يقول لك وتواصل معي في هذا الحساب هذا هو حساب الرسمي للتواصل مع هذا الأخ ومن تواصل معه استرد الأموال بارك الله فيكم تم استدار قيمة الاشتراكة أي واحد اشتراك إلا هذا شخص سمعه الله الذي يعني قال بأن هذا مثلا الشخص يعني لم يتم إجابته قلت له أنه لا يجيب مباشرة يعني فعنده أشغالها والأخ قال عن مغرب السلامة الأموال يعني أي واحد عنده مبلغ يتواصل فقط يثبت ملكيته للحساب يعني سوف يطلب مثلا أن ترسل له إيميل من الإيميل الخاص بك لكي تثبت أنك أصحب الإيميل يعني وليس أي واحد خصوصا بعد النصب الذي حدث له لاحقا لأن شخص مثلا جاء إليه قال أنا هو صاحب الحساب فلاني أرسل له الأموال ثم مسح كل محادثة الخاصة معه على التليغرام ثم أنشح حسابا آخر وقال له أنا صاحب الحساب فلاني أعطيني الأموال قال أنت نصب والأمر يعني واضح جدا وأن الشخص ولأنه عنده في الملف يسجل حينما يرسل الأموال فهو يسجل إلى من أسل الأموال والمبلغ الذي أرسل يعني فواضح يعني لا تحاول اللعب بهذه الطريقة النصب يعني الله المستعن يعني ناس تجري وراء المال الحرام دون رادع مال مستعن المهم الفكرة وما فيها وأن الأخ قال لأحمد شديد كلفه بإرجاع أموال إلى أصحابها وهو سنوات هو يشتغل على ذلك من أجل إرجاع الناس أموالهم وكان أنا أذكر هذا في فيديوهات القديمة معنا ذاك بعد الحادثة التي حدثت قال بأن إيميلات الناس واشتراكاتهم معي كاملة وإن شاء الله سأرد لهم أموالهم فلم أصدق نفسي حينما رأيت الإيميل سراعة فأرسلت ووصلت لأموال الحمد لله وقلت لكم هذا والسبب الذي دعا الشخص يعني أن يتواصل معي ومثلا للرسالة قلت لهم هذا وحساب التليغرام مباشرة تنقل على الرابط سوف يأخذك مباشرة إلى صاحب الحساب حينما تنقل على التليغرام سوف تجد نفسك مع هذا الشخص فأنا أرسلت لهم كي لا يقول لواحد أنه لا يستطيع أن يتواصل معه مباشرة فقط من أجل أن نسترجع أموال هذا وكان هدفي والأخ حينما رأى هذه الغاية طلب مني أن نعقد هذا اللقاء ولكي يوضح للناس أنا على قناتي وقلت له لا إشكال عندي أن أخرج على قناتي وأقول أن أحمد شديد يرجع الأموال إلى أصحابها وهذا ما حدث والله المستعان يعني الأخ كان حريصا على ذلك وقد تم النصب عليه من طرف عادل هذا الذي أكد لي هذا الأخ أن عادل هو الذي سرق الأموال التي كانت على المنصة للأسف الشديد وهو فعلا من سرق القناة تليغرام وذكرته هذا سابقا للإخوان لأنه هو الذي أنشأ حساب تليغرام بعد ذلك وأنشأ القناة أصبح هو فيها الأونر ودعى أحمد شديد يكون أدمين ثم حذفه بعد ذلك وألقاه في القمامة واستولى على الحسابات كلها هذا أعرفه وقلتها سابقا أنا حتى للإقوان قلتها مباشرة في وجهه عادل وتروا أنت أخذت الحسابات من أحمد شديد دون كذب وهذا اللقاء مع هذا الأخ أكد لي ما كنت ذكرته آنفا يعني هكذا المهم ليسا محوال حديثنا حول أحمد شديد فقط الغاية هو أن نتحدث أنه من يريد استرجاع أمواله يتواصل مع هذا الحساب ثم يؤكد له طبعا سوف يطلب منها أن يتواصل معه على الحساب الخاص به الذي اشترك به في المنصة أو على الصندوق الاستثماري الإخوان الذين يعني في الصندوق الاستثماري من لم يسترجع أمواله خصوصا الإخوان المتبقين من اللعيحة الذين هم ربما ست تقريبا أنا ما أذكر ست أو خمسة أشخاص المهم هذا هو المختصر المفيد للموضوع ونتطلق إن شاء الله للبيتكوين البيتكوين لم يتغير شيء في الحال يعني ما ذكرت لهم في الموجهة لازلنا فيها فيها في نفس الرينج الأكموليشن فيس الخاص بويكوف هذا التصحيح هذا هو ما هو ريا كيميليشن لويكوف ببساطة شديدة ريا كيميليشن لويكوف من دون أي تغيير يعني فهذا الوضع سوف أحاول أن أتيكم بأين كيكوين وضعت لكم الشرط لكي تروا المسألة وهو ويكوف تقريبا نفس الشرط يعني هذا السبرينج حدث قد يحدث وسبقا ذكرت هذا هناك أنواع كثيرة من الأكموليشن فيس أو الريا كيميليشن فيس قد يكون مثلا إعادة الاختبار أو إعادة الرجوع إلى هذه المستويات استياد السيولة ثم الانطلاق قبل الانطلاق الأخير يكون دائما وليس دائما ولكن يكون في بعض الحالات هذه العودة إلى الريا كيميليشن فيس لهذه الأواكي التي هي مناطق سيولة كبيرة وخصوصا المناطق الليكويديشن من أجل الصعود وما حدث هنا كنت شرحت في الفيديو الذي مسيح للأسف شديد وكنت حدثت عن إمكانية أن نعمل ديستريبيوشن في هذا المكان كنت واضح بهذا الشكل يعني ديستريبيوشن على الأربع ساعات وهو ما حدث بالضبط هذا الديستريبيوشن لأنه واضح جدا هذا الشكل شكل الديستريبيوشن هذا الذي حدث بالضبط في هذه المنطقة ديستريبيوشن يعني صغيرة ديستريبيوشن يعني في هذه المنطقة على أكيوليشن كبيرة يعني هذه المنطقة كلها ريا كيميليشن فيس وفي الأعلى كنسل الأخر إعادة تصريف فقط لتجميع ويكوف وهذا كما قلت لكم يعني في النظرة العامة لداخل الموجة الرابعة للموجة الثالثة لا إشكال عندي في أننا سوف نعود ثم نطلق ولعلمكم أن الانطلاق قد اقتربت بشكل كبير ولا أظن أننا سوف نتجاوز أسبوعين إلى ثلاث من أجل الانطلاق بإذن الله لا أظن أننا سوف نتجاوز هذا من أجل الانطلاق معني الانطلاق يعني من هذا المكان كيف هو أن نلقع وهذا تصحيح كان من أجل استياد هذه السطوبات وربما قد هذا ليس مستبعداً لأننا وصلنا إلى هذه الأماكن فلا تستغرب في حالة ما ذهبنا إلى استياد هذه السيولة الموجودة هنا فلا تستغرب أن نصل إلى هذه المستويات لا تستغرب يعني يعني تكون مثلاً عبارة عن مش ثم انطلاق بعد ذلك ليس مستبعداً ولكن هذا ما يؤكد نظرة العامة هو أننا بدأنا في تأسيس موجة من الصعود والرالي بإذن الله وهو ما ستنطلق إليه في الحديث حول الألتكوين وما يحدث فيها يعني هذا مهم في النظرة العامة وسبق وكنت نشرت هذا لأسف شديد أنه لم يسجل ضاع التسجيل وكنت يعني في هذا الوقت وتحدثت عن الإمكانية أنه في هذه المرحلة التي نحن فيها قد نعمل كنت في هذا السجل كنا هنا قلت ممكن نعمل هذا النزول إلى الأسفل ثم ننطلاق هذه العملات لإشارة هذه العملات مقابل بيتكوين يعني وهو تقريباً شبه ما حدث في هذه المنطقة تقريباً هذه المنطقة التي كانت انطلاقة البولوران انطلاقة بعد هذا الريجيكشن يعني هذا النزول كان هذا السبرينغ القوي جداً يعني كان نزول حاد ثم انطلاقة حادة وبالتالي قد يعيد السيناريو نفسه يعني بنفس الطريقة التي كنا هنا ومنه كانت هذه الانطلاقة التي كسرت القمة العشرين ألف وانطلاقها إلى كسر القمة الجديدة في هذه المرحلة وهذه الموجة التي تشاهدون يعني بهذه الحركة كانت هذه كسر القمة للبيتكوين ثم هذا دفع العملات للنزول أسفل هذا الرينج الموجود هنا هذا الموج فممكن ننزل بالعملات ثم طيب يعني وبالتالي قلت لكم في القناة على التليغرام إما لمن عنده كاش يشتري ومن ليس عنده كاش يعني ينتظر فما هي إلا أيام بإذن الله ثم ننطلق بإذن الله تعالى ونشرت لكم على القناة إذا رأيتم صفقة للريبل مقابل البيتكوين لماذا؟ وسوف أتطلق إليها لأنها مهمة لماذا مهمة؟ لأننا وصلنا إلى مناطق سيولة يتابعها الكبار وهؤلاء الكبار هم أصحاب العملة وأذكر أنني حينما كنا هنا في قاع السابق للبولمار الكت السابق وكنت بعت بعض العملات هنا وفي هذا الرالي ثم اشتريت من هذا القاع وكنت اشتريت أيضا هنا يعني الكميات التي كنت اشتريتها من الريبل أنا ذكرت في هذه المستويات ما بين 600 و800 هذه المستويات هذه المستويات أقول لك أنها مناطق شراء قوية جدا لأصحاب العملة يعني يشترون بكميات ولاحظ أنه في كل مرة لاحظ في كل مرة أنا أقول لك يعني في كل مرة سوف أحاول أعطك الشراء الكبير لكي ترى أنه في كل مرة نعود إلى هذه المستويات إلا ومنه تطير العملة هنا لم تطير بالشكل الكبير لأنه كان هناك نظر مع السك ولكن رغم ذلك كان هناك رالي قوي جدا أخذ لـ 300 في المئة أو 500 في المئة أو لا أذكر بالضبط 500 في المئة تقريبا حدثت من هذا المكان يعني مقابل بيتكوين طبعا مقابل دولار كانت أكثر بكثير ولكن نتحدث يعني مقابل بيتكوين إذن فلا تستغرب أن ترى رالي للعملة مقابل بيتكوين ومقابل دولار أيضا يعني بالتالي حتى إذا لاحظت أن البيتكوين حدث الآن 5 في المئة الريبل لم يعمل إلى 1 في المئة تصحيح لماذا؟ لأن الريبل مقابل بيتكوين صاعد مقابل بيتكوين أو صاعد عمل دبل بطن كبير مقابل الديلي وهذا ليس فقط البيتكوين وحدة فحتى العملات مثلا بي ان بي كذلك كذلك البي ان بي كما تشاهد معي عندي دبلو ديلي كونفيرمد متجه نحو الأعلى يعني فكي تفهم السيناريو أنه الآن تقريبا ضربنا القاع تقريبا أو 99% ضربنا القاع ضربنا القاع التصحيح ونبدأ في تأسيس موجة صاعدة وخصوصا أن العملات أخذت نصيبها من التصحيح هناك عملات التي كسرت القاع التاريخي يعني مثلا هناك عملات كانت مرشحة بأن تنطلق مثلا وبدأت تؤسس لموجة صاعدة ثم تأتي لتعطينا ليس هذه العملات التي حتى هذه ولكن العملات التي كنت رأيتها لاحظ أنها كونت نزول ثم صعدنا والآن نكسر حتى هذا اللو نكسره بهذا المستوى وهناك عملات كثيرة عملات كثيرة لو انطلقت مع معدال هذه عملات كثيرة جدا بنت ورأيتها كسرت القاع مثلا عملات من العملات الكبيرة جدا التي هي في أطر من العملات لاحظ التي هي في القاع التاريخي نزلت يعني حتى هذا الفيز الخاص بالرياكميليشن فيز تم كسره نحو الأسفل يعني فبتالي فالعملات أخذت من الضمار ما أخذت من الضمار وبالتالي وصلنا إلى منطقة العودة بين قوسي يعني منطقة التي تشبع فيها بيعي كبير جدا على العملات وللإشارة هناك عملات كبيرة دخلت من بيتكوين دخلت على منصة وغالبية هذه العملات التي دخلت غالبا تشتري العملات مقابل بيتكوين يعني هناك طبعا غاية من دخولها الآن هو الشراء العملات لأنه ضمروا العملات هذه الحركة ثم يشتروا عملات مقابل بيتكوين لأنه ليضاعفوا محفظتهم من البيتكوين هذه الطريقة التي يستخدمها الحيتان الكبار من أجل تدمير الناس والبسطاء الذين يبيعونها في هذه الأماكن الشراء طبعا هذا هو المختصر المفيد لذا عملة ريبل تلاحظ أنها متماسكة لماذا؟ لأنها بوليش مقابل بيتكوين هذا هو الفكرة حينما تكون عملة بوليش مقابل بيتكوين في منطقة سبلاي ومنطقة دعم جميل جدا فبالتالي فالمرجح أنها تستكمل نحو الأعلى وليس نحو الأسفل للإشارة فتريدين فيو أنشأت الآن الأوردر فلو هذه من الإيجابيات الممتازة يعني أمكنكم الآن رؤية الشرط مقابل بالأوردر فلو وكما هو الحال على كونتاور وعلى تريدين لايت وإكزو شارت وغيرها من المنصات التي تعرفونها وبالتالي هذه إضافة جميلة مع التريدين فيو شارت أيضا إذا كنت تريد استخدام التريدين فيو فسوف تجد أن التريدين فيو شارت الآن مدمج مع منصة تريدي فيو وهذا شيء جميل جدا حاليا نشاهده على المنصة وهذه إضافة للإشارة هناك عرض خاص بالمنصة لهذا الصيف حوالي 70% أو 200 دولار أو أورو 200 وقشور للبريميوم التي هي عندي يعني التي فيها 25 من المؤشرات وغيرها من الأمور فأظن أنها فرصة مثل فرصة البلاك فريدي فهذا الثمن لا تضيعه ربما لن يعود يعني فهذا السعر جد جد ممتاز من أجل إعادة الاشتراك فقط أقول لك إذا لم يكن عندك اشتراك وعندك الأموال لشرائها فهذا وقت ممتاز في هذا العرض نتحدث عن السوق قلنا مثلا بعض العملات خصوصا فتش التي أخذت نصيبها من التصحيح نتحدث عن الفتش مقابل الـ USDT أول شي لأن هناك عندنا العملة سوف يعمل الفيزيون في بداية الشهر الشهر السبعة وهذا طبعا يحسب على خلاف المنصة هذا لاحظ أنها كونت لـ W daily كونت W daily من أجل تكوين قاع كونت القاع وهي لها نفس الشرط لأوسيان نفس الشرط لـ Fetch يعني نفس الشرط نفس الحركة لنفس العملات HGX و Fetch و أوسيان نفس الشرط سواء بعد هذه القناة الحمد لله الذي وفقني للخروج عنها هنا لكن أقول لك لو كنت متأكدا لا خرجت بك من المحفظة ولكن لأنه كان المستوى لأخذ الـ D-Risk قلت لك أنني أعملت D-Risk للعملة و صفيت أكثر من 50% من المحفظة من العملة في هذه المستويات وهذا بالتوفيق من الله عز وجل وليسا يعني شطارة فقط نحن لنا القراءة الخاصة ولكن هذا توفيق من الله عز وجل حينما تقوم بهذه الأشياء المهم يعني الآن قلنا أننا كوننا ألقاء والموجة المستهدفة هو الصعود والرالي كذلك شيء مهم هو أننا استهدفنا مناطق سيولا عندنا بيتفينكس تشتري وكوينبيز بدأ للبيع في هذه الأولى الأخيرة ولكن بيتفينكس هي من تشتري الآن شيء آخر على الأيام الماضية فغريسكيل تبيع 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 بينما ايبيت وغيرها يشتري خصوصا ايبيت بلاك روك بلاك روك تشتري بكميات وضع المجموع هو شراء 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 في هذه المدة فهو كميات كبيرة من الشراء لبيتكوين طبعا مع هذا النزول الذي حدث اليوم سوف يكون هناك شراء رهيب لبلاك روك طبعا لا يظهر آنيا ولكن بعدها مدة سوف يظهر لك بأنه اشتروا كميات لابأسها في هذه المرحلة الشيء الآخر الذي كنت أريد الحديث عنها وهو مستويات في 24 ساعة مستويات جميلة من البيتكوين 182 مليون دولار من البيتكوين هذا شيء طيب مستويات كما تشاهد معي فهنا عندي مليارات تنتظر هذه المليارات في هذه الأماكن فربما نستهدفها عما قريب يعني هنا عندنا كميات كبيرة وأردرات كبيرة لأصحاب شرط فممكن نستهدفها في الأيام مقبلة بإذن الله تعالى خصوصا إذا أخذت على فريم كبير يعني المستويات التي عندنا لهذا نتحدث عن مليارات فأظن أننا هذا هو المستهدف يعني خصوصا بعد ريكت لهؤلاء أصحاب لونغ ريكت بكميات كبيرة لأصحاب لونغ الآن بقي المستهدف لأعلى والله أعلم يعني فأظن أننا سوف نتوجه للتجاه الأخر كذلك عندي استهداف هذا المستوى على ديربيتس فدائما ديربيتس لا يخطئون في هذه الحركات غالبا ولما لا ربما نعود حتى إلى هذا المستوى خمسة وخمسين ألف فيعتبر مستهدف لها لأن هذا ديربيتس فيها عقود الأوبشن وعقود الأوبشن من الأشياء التي يعني يتحكم فيها من أجل الصوق بشكل رهيب جدا هذا ما أودت الحديث حوله مع العلم هناك مثلا الخاصة بالبيتكوين حاليا يعني بعد هذا النزول نعمل هذه الحركة ثم نبدأ في الحركة المهم هناك الكبيرة يعني موجودة كثيرة فيمكنك أخذ بما تشاء المهم أننا في هذه نظرتي المستهدف بإذن الله فهو كسر القمة السابقة لو هي منطقة الأربعة وسبعين ألف والمستهدف طبعا لا زال كما قلت لكم سابقا هو ما بين المائة وعشرين ألف إلى مائة وثمانين ألف إلى مائتين وستين إلى ثلاثمائة ألف فهذا يتصاب المستويات والدة جدا في حالة ما ذهبنا إلى استياد المستويات الكبيرة التي يريدها بلاك روك وغيرها في هذا البول ماركت كي لا نطيل الحديث في الموضوع نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد أستقبل إشاراتكم وتفصيلات التي تودونها في قادم الأيام الإشارة نشرت لكم الصفقة على سولانة كذلك فهي عين تقدم الشراء لمن يريد الشراء طبعا قلت لكم هذه صفقة ممتازة للشراء لهذا السوق وهذا البول ماركت إذا كان طبعا في منطقة طلب ممتاز للارتدادة فهذا جد جد ممتاز لصفقة لا إشكال في هذا عندي بالنسبة إليه يبدو شيء رائع خصوصا نلاحظت الدعم منطقة الدعم جميلة جدا نعود إليها بالضبط لهذه الأماكن فأظن أننا من أجل استكمال المد الصعيد فهذه منطقة شراء وليس منطقة بيع فأنت تبيع بعد أن يعمل السوق لستين خمسين واربعين في المئة فهذا يعتبر بالنسبة إليه يجوهم حينما تصل هذه المستويات فتفكر طبعا هل ستبيع الأمر يعود إليك؟ طبعا أنا لست مستشارا ماليا لك لكن أقول لك المرجح والبربابيليتيز عندي هو أن هذا السوق مرجح للصعود وليس للنزول وكما ذكرنا أن تصحيحات في حدود على عشرين، خمسة وعشرين، ثلاثين، أربعين في المئة لبيتكوين خلال البول ماركت هي للشراء ما لم يثبت العكس ولما لم يثبت العكس لأنني ربما لم أشر إليها كثيرا وأعتذر أن كنت أعود ما أشرح هذا ولكن نسيت أعيده كي تفهموا الفكرة أني لو أخذت فريم الشهري ستلاحظ معي أننا نتذبذب فوق هذه القمم نتذبذب فوق القمم، يعني أنه في شغور ونحن نتذبذب فوق القمة هذا وليس بوليش طبعاً إذا كانت عندي ريجيكشن من هنا ونزول وقبول السعر أسفل هذا يكون بيريش ما لم يتم الإغلاق والإغلاق بعد أيام بعد أسبوع تقريباً سيكون الإغلاق الشهري أنا ذاك يعني بعد ستة أيام وساعتين بالضبط سوف يكون الإغلاق الشهري أنا ذاك سوف نتحدث عن الموضوع نتحدث هل هو بيريش أم لا الوضع هل هو بيريش أم لا حالياً أرى أنه بوليش للوضع السوق ككل كنا في موجة تقريباً كصرنا تصححنا من أجل استكمال الصعود لا أقل ولا أكثر وامتظر المستويات هنا بكل بساطة انطلاقاً من هذه المستويات للتوطل ماركت كاب للشيت كوين فأظن أننا هذا أقل شيء سنصل إليه خلال هذا البول ماركت والله أعلم مع العلم لكي يكون عندك يجب أن يبدأ هذا المؤشر في الريجيكشن من هذه الأماكن وهو ما تلاحظه حالياً أنه نوع من الضعف نوع من الضعف ثم يكون الريجيكشن ثم نزول ربما مستهدفاتي لهذه المستويات أقصى شيء أراه هو هذا و أظن أننا سوف نتجاوزه الله أعلم أقصى ما أرى لي الـ هذه المستويات مقاومة قوية و أظن أننا هذه التي سوف حتى إذا حدث و ربما يكون نهايتها هنا ربما نشهد من أرى لي لبيتكوين مقابل العملات إلى تصل بها إلى المستويات ثم نبدأ الريجيكشن إذا أردت مؤشر أخذ لك الإشيموكو و حينما ترى إغلاقات جميلة على الإشيموكو بيريش و أنذاك سوف تبدأ الألت سيزن هذه نظرتي و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و لا تنسوا أحبابكم في غزة و في السودان و في كل بقعة نذكر فيها اسم الله رب العالمين و السلام عليكم و رحمة الله